بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام في الباب الثاني وهو باب إطلاق القول عليه تبارك وتعالى بأنهم شيئون إلى هذه الرواية الصحيحة السناد عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن النظر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله خلو من خلقه إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليه اسم الشيء وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحديث الشريف تضمن أمورا ثلاثة التمايز بين الخالق والمخلوق وحقيقة الارتباط بين الخالق والمخلوق بين المخلوق والخالق والصفات النسبية للخالق بلحاظ المخلوق والكلام فعلا في كل مطلب من هذه المطالب المطلب الأول وهو التمايز بين الخالق والمخلوق قد عبرت عنه الرواية الشريفة بقوله عليه السلام إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه فالملاحظ في هذه العبارة إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه أنه ما هو السر في خلو خلقه منه وخلوه من خلقه وما هو المقصود بالعقد الأول وهو إن الله خلو من خلقه والمقصود بالعقد الثاني وهو إن خلقه خلو منه الكلام فعلا ما هو السر في التمايز بهذه الدرجة أنه خلو من خلقه وخلقه خلو منه السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يشاركه شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله لا يشاركه أحد من مخلوقاته لا في ذاته ولا صفاته ولا شيء من فعله وإنما يشترك معه غيره من المخلوقات في أمور خارجة عن ذاته وهذه الأمور الخارجة عن ذاته هي ثلاثة السلوب والإضافات والمفاهيم الانتزاعية أما السلوب فهي عبارة عن مجموعة من المفاهيم حقيقتها السلب وحقيقتها النافي كأن نقول الفردية أو نقول مثلا الخلو عنوان الفردية عنوان يعني سلب الاشتراك عنوان الخلو يعني عنوان تنزه والبعد فهذه العناوين يعبر عنها بعناوين السلوب لأن حقيقتها السلب والنافي في هذه العناوين تشترك المخلوقات مع الخالق تبارك وتعالى فيقال هو خلو وهي خلو أو يقال هو فرد والمخلوق فرد ونحو ذلك أو الإضافات الصفات الإضافية كالمبدئية المبدأ يقابله ما يتفرع منه يقال هو مبدأ تعالى لما سواه ويقال الأب مبدأ لأبنائه مثلا المبدئية صفة من الصفات الإضافية التي يمكن أن يشترك فيها المخلوق مع الخالق الأولية وكذلك المفاهيم الانتزاعية يعني المفاهيم الانتزاعية من صلب الوجود وصميم الوجود هذه المفاهيم يمكن أن يشترك فيها المخلوق مع الخالق مثلا مفهوم الشيئية مفهوم الموجودية كما ينتزع من وجوده تعالى مفهوم الشيئية كما ينتزع من وجوده تعالى مفهوم الموجودية يقال له شيئية له موجودية كذلك ينتزع من وجود المخلوق ووجود الممكن عنوان الشيئية عنوان الموجودية إذن المخلوقات قد تشارك الخالق في المفاهيم التي هي من قبيل السلوب أو من قبيل الإضافات أو من قبيل المفاهيم الانتزاعية وجميع هذه المفاهيم الثلاثة هي خارجة عن ذاته تبارك وتعالى وصفاته وفعله فلا يشترك معه أحد من مخلوقاته في ذاته أو صفاته أو فعله فهنا يطرح سؤال أنه إذا لم يشترك مع الله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته إذا لم يشترك مع الله تعالى شيء من مخلوقاته فكيف نفسر أن الله موجود وغيره من المخلوقات موجود إذن هو مشتركان في الوجود إذا كان الله لا يشترك معه شيء من مخلوقاته فكيف نفسر الاشتراك في الوجود حيث إنه تعالى موجود وغيره من الممكنات التي برأها وأوجدها موجود فهي مشتركة في صفة الوجود الجواب عن ذلك هناك فرق بين الوجود والمفاهيم الكلية المفاهيم الكلية كالنوع الإنسان الجنس الحيوان الصنف العربي مثلا العجمي هذه المفاهيم المفاهيم الكلية هي متوغلة في الإبهام متقومة في الإبهام بحيث لا يمكن أن تتحقق هذه المفاهيم الكلية لا يمكن أن تتحقق في عالم الخارج إلا بوجود زائد عليها لولا إضافة الوجود لما تحققت في عالم العين وفي عالم الخارج فهي محتاجة إلى التركيب هي مفهوم يضاف إليه وجود حتى يتحقق في عالم العين فلا يمكن أن تتحقق في عالم العين إلا بإضافة الوجود إلا بزيادة الوجود عليها وبما أنها تحتاج إلى إضافة الوجود حتى تتحقق لذلك في هذه المفاهيم ما به الاشتراك غير ما به الامتياز هذه الأنواع مشتركة في مفهوم الحيوانية لكن ما به الامتياز ما بينها أن هذا ناطق وهذا ناهيق وذاك ناعيق وذاك كذا ما به الامتياز وجود آخر ما به الاشتراك غير ما به الامتياز لأنه لا يمكن أن تتحقق خارجا إلا بإضافة لذلك كانت هذه الإضافة موجبة لتميز ما به الاشتراك فيها عما به الامتياز هذا بالنسبة إلى المفاهيم الكلية أما بالنسبة للوجود فالوجود لا يحتاج إلى إضافة وجود كسائر المفاهيم بما أن تمثل الوجود وتحقق الوجود لا يحتاج إلى إضافة وجود حتى يوجد وإلا لازم التسلسل والذهاب لما لا نهاية لذلك الوجود ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ما دام لا يفتقر إلى غيره حتى يتحقق إذن ما به الاشتراك عين الوجود ما به الامتياز عين الوجود لأن هناك عنصر مشترك وهناك عنصر خاص لكل وجود ما به الاشتراك بين الوجودات هو عين ما به الامتياز ولأجل ذلك يقال إن تمايز كل هوية وجودية عن الهوية الأخرى بنفس الوجود يعني إذا قارننا بين وجود هذا الإنسان ووجود هذا الإنسان ألغين المفاهيم الأخرى أن هذا عربي أن هذا عجمي أن هذا كذا ألغين كل الخصائص كل المفاهيم الكلية نظرنا إليه من حيث أنه وجود معض لا تمايز بين هذا الوجود وبين هذا الوجود إلا بنفس هوية الوجود أن هذه هوية وهذه هوية وإلا متى ما أدخلنا التمايز صار تمايز بغير الوجود صار تمايز بالمفاهيم صار تمايز بعناوين أخرى إذن بما أن التمايز بين الهويات الوجودية بنفس ذاتها فالتمايز بين الوجود التام المعبر عنه بواجب الوجود والكمال المطلق والغنى المطلق وبين سائر المخلوقات غيره التمايز بنفس الوجود يعني أن وجوده تبارك وتعالى لا يشترك معه وجود آخر فهو وجود واجبي وغيره وجود فقري وغيره وجود إمكاني نفس هذه الهوية الوجودية هي متمايز عن الهوية الإمكانية بنفس الوجود لا بشيء آخر لأجل هذا لا معنى لأن يقال بالإشتراك بل تمام التباين وتمام التغاير بين الهويتين الوجوديتين الهوية الوجودية الواجبية والهوية الوجودية الإمكانية بينهما تمام التمايز وتمام التغاير بما أن التمايز هو بنفس الهوية وبنفس الوجود فأين الوجوب وأين الإمكان وأين الغنى وأين الفاقر وأين الكمال وأين النقص وما أشبه ذلك مما ينتزع من وجوده الواجبي تبارك وتعالى لأجل ذلك نقول بما أن هناك تمايزا بين الهويتين الوجوديتين الواجبية والإمكانية إذن بالنتيجة وجوده تعالى ليس زائدا على ذاتك وجوده عين ذاته فلا ماهية له حتى نقول هناك ماهية وهناك وجود هناك تركيب من ماهية ووجود وجوده عين ذاته وجوده لا ماهية له بل هو عين الإنية بينما وجود غيره زائد على ذاته زائد على ماهيته فوجود غيره ذو ماهية وجوده لا ماهية له وجوده عين الإنية بينما غيره لا إنية له إلا بالجعل والانتساب له تبارك وتعالى هذا هو السر وهو تمايز الهويتين بين خلوه من خلقه وخلو خلقه منه إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه لتمايز الهويتين الوجوديتين ألا وهما الهوية الوجوبية والهوية الإمكانية هذا هو السر أما ما هو المراد بالعقد الأول إن الله خلو من خلقه والمراد بالعقد الثاني وإن خلقه خلو منه أما المراد بالعقد الأول أنه تبارك وتعالى خلو من خلقه عندما نقارن بين الله وبين خلقه خلقه فسائر الممكنات محل للحوادث عندما نأتي للإنسان مثلا الإنسان محل للحوادث محل للحوادث ذاتا وصورة أي كما أن الجسم محل للحوادث المرض والصحة والقيام والقعود والحركة والسكون النفس أيضا النفس محل للحوادث محل للحوادث ذاتا فالنفس تعلم وتجهل وتغضب وترضى وتحزن وتفرح ومحل للحوادث صورتان أي أن صور الأشياء تنتقش في أفق النفس تنتقش في قوة العقل الموجودة في النفس النفس محل للحوادث كما أن الجسم محل للحوادث أما هو تبارك وتعالى فلا يُعقل فلا يُعقل أن يكون وجوده محلا للحوادث لماذا؟ لأنه لا يُعقل أن يكون الشيء فاعلا وقابلا بالنسبة لشيء واحد هو فاعل له وهو قابل له هو لا يُعقل لا يُعقل أن يكون الوجود البسيط بالنسبة إلى شيء فاعلا له وقابلا له في نفس الوقت كونه فاعلا له يعني واجد له لأنه لو لم يكن واجدا له لما كان فاعلا له كونه فاعلا له يعني الوجدان كونه قابلا له يعني الفقدان لأن قبوله له فرع شنو فرع فقده له حتى يكون قابلا له فلا يُعقل أن يكون الوجود البسيط بالنسبة إلى أي شيء فاعلا له وقابلا له في أحو واحد وفي نسق واحد هذا أمر غير معقول إذن بما أنه تعالى مصدر كل الحوادث فهو فاعل لها فلا يُعقل أن يكون قابلا لها كي يكون محلا للحوادث إذن هو خلو من خلقه يعني خلو من تمام الحوادث والأفاعيل وما يصدر منه تبارك وتعالى أما بالنسبة للعقد الثاني وَإِنَّ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ وَإِنَّ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ معنى أن خلقه خلو منه يعني لا يمكن للممكن لا يمكن للممكن لا الإحاطة ولا النيل مُو بس الإحاطة لا يمكن للممكن الإحاطة بالواجب بل ولا نيل الواجب لا ذاتاً ولا صورة لا يمكن للممكن أن يحيط بل لا ينال الواجب لا ذاتاً ولا صورة أي لا يعقل للممكن أن يتصور حقيقة ذاته تبارك وتعالى فضلاً عن أن ينالها على نحو النيل الحضوري وإن خلقه خلو منه تبارك وتعالى هذا بالنسبة إلى المطلب الأول وهو ما يتعلق بالتمايز بين الخالق والمخلوق المطلب الثاني ما يتعلق بالارتباط ما هي حقيقة الارتباط بين غيره وبينه فهمنا أنه خلو من خلقه وأن خلقه خلو يعني ما في ارتباط هل يعني أن كونه خلو من خلقه وأن خلقه خلو من أن الارتباط بينهما فما هو وجه الارتباط بينهما قال في الفقرة الثانية لبيان حقيقة الارتباط قال عليه السلام وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمُ شَيْي وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمُ شَيْي مَا خَلَى اللَّهِ فَهُوَ مَخْلُوق والله خالق كل شيء الارتباط هو الخالقية هو خلو وهم خلو لكن بينهما ربطا ألا وهو ربط الخالقية والله خالق كل شيء ما هو المقصود بهذه الفقرة نجي إلى العقد الأول منها يعني الفقرة تضمنت عقدين قالت وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمُ شَيْي ما خل الله فهو مخلوق والعقد الثاني وَاللَّهُ خَالِقُوا كل شيء هنا لابد من ذكر مقدمة وهي لماذا عليه السلام قال ما وقع عليه اسم شيء ليش ما قال وَكُلُّ شَيْي قال وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمُ شَيْي ما خل الله فهو مخلوق ولم يقل وَكُلُّ شَيْءٍ ما خل الله فهو مخلوق قال ما وقع عليه اسم شيء باعتبار أن المنظور في هذه الفقرة الشريفة هو الحمل الشائع ليس المنظور في هذه الفقرة الشريفة هو الحمل الأولي منظور هو الحمل الشائع يعني المنظور هو ما هو الموجود وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِسْمُ شَيْءٍ يعني كل ما هو مصداق للشيء ما هو مصداق خارجي للشيء ما خل الله تبارك وتعالى فهو مخلوق بيان ذلك بيان ذلك أنه كل مفهوم من المفاهيم له لوازم مثلا يقولون لوازم الماهية لوازم الماهية الإمكان لوازم الماهية أنها مفهوم لوازم الماهية هذه ما يلزمها من حيث هي مفهوم من المفاهيم من لوازمها أنها مفهوم من لوازمها أنها متساوية النسبة للوجود والعدم وهكذا هذه المفاهيم بلوازمها إذا يراد إطلاق الشيء عليها متى يطلق الشيء عليها؟ بالوجود الشيء منتزع من الوجود كل هذه المفاهيم ما لم تلحظ موجودة لا ينتزع منها عنوان الشيئية صدق الشيء على أي مفهوم فرع وجوده لأن الشيئية منتزعة من الوجود حتى مفهوم الشيء حتى مفهوم الشيء لو لم يلحظ أنه موجود ذهني لما صدق عليه عنوان الشيء باعتبار أن الشيء هي منتزعة من الوجود خارجا أو ذهنا فلابد من لحاظ الوجود كي ينتزع منه الشيء لذلك قال كل ما وقع عليه اسم الشيء يعني كل ما لوحظ موجودا بحيث ينتزع من وجوده مفهوم الشيء ويكون مصداقا لمفهوم الشيء ما خل الله تبارك وتعالى فهو مخلوق بعد بيان هذه المقدمة لماذا كل شيء غيره مخلوق بل مو بس كل شيء غيره مخلوق هو الخالق أيضا كل ما سواه مخلوق وهو خالقه لأن الإمام ذكر عقدين قال كل ما وقع عليه اسم شيء ما خل الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء وهناك عقداء بالنسبة إلى هذين العقدين يعتمد توضيحهما على ذكر مقدمتين المقدم الأولى أنه لابد أن ينتهي تسلسل الوجود إلى سبب لا سبب له وإلا يلزم التسلسل لما لا نهاية والتسلسل لما لا نهاية معناه عدم وجود شيء التسلسل لما لا نهاية في الوجودات محال إذن لابد أن نفرغ من هذه المقدمة أن الوجود ينتهي إلى سبب لا سبب له إلى سبب لا مسبب له وإلا لزم المحال هذه المقدمة لابد أن نفرغ منها نجي إلى المقدمة الثانية خب إذا انتهينا إلى سبب لا مسبب له هو سبب لا مسبب له غيره غيره إما واجب الوجود أو مخلوق لغيره أو مخلوق له يدور أمر غيره بين هذه الشقوق الثلاثة إما واجب الوجود أو مخلوق لغيره أو مخلوق له وإذا بطل الأولان تعين الثالث لا يعقل أن يكون غيره أيضا شنو واجب الوجود لأن واجب الوجود لا يقبل التعدد ذكرنا في جلسة سابقة لو كان واجب الوجود متعددا لكان متمايزا هذا له ميزة فكي يتعددان ولا ميزة لهما التعدد فرع التمايز والتمايز إما بنقص في أحدهما أو كليهما أو بكمال والتمايز بالنقص خلف كونه واجب الوجود فإن مقتضى كونه واجب الوجود أن لا كمال إلا وهو جامع له وإذا كان التمايز بينهما بالكمال إذن أحدهما فاقد لكمال الآخر وهذا أيضا خلف كونه واجب الوجود ومجمع الكمالات فلا يعقل التعدد في واجب الوجود إذن لا يعقل أن يكون غيره واجب الوجود الثاني أن غيره مخلوق لغيره غيره مما سواه مخلوق لكن مخلوق لغيره هذا معناه شنو؟ دعوى وجود الشريك له تبارك وتعالى في الخالقية دعوى وجود الشريك كما سبق أيضا في جلسة سابقة لو كان هناك خالق آخر مبدأ آخر فإما أن يكون كل منهما مستقلا في إرادته مستغنيا عن غيره فلازم ذلك ورود العلتين إذا عدنا علتان مستقلتان كل منهما مستغنية عن الأخرى مقتضى إرادتهما للخالق اجتماعه فعلينا على فعل واحد وعلتين على معلول واحد وهو غيره معقول وإن كان يعني هذين الخالقين مضطرين للاتفاق مثل شركات والشريكين في أي عمل مضطران للاتفاق بينهما إذن هذا شنو هذا نقص وشاهد على حاجة كل منهما للاتفاق مع الآخر كي يقوم بعمليات الخلق والإيجاد وهذا خلف كونه واجب الوجود فلا يعقل تعدد الشركاء إذن إذا لم يكن غيره لا واجب الوجود ولا مخلوقا لغيره تعين أن يكون غيره مخلوقا لا الله الله تعالى خالق كل شيء نجي إلى الفقر الثالث قال عليه السلام تبارك تبارك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصفه تبارك وتعالى وصف تبارك وتعالى بثلاث صفات الصفة الأولى ألا وهي صفة البركة للإشارة إلى أنه مصدر كل خير كما في قوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك يعني بيده أمور الملك كلها وكل خير هو ملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والصفة الثانية ألا وهي صفة السلبية قد يقال بأنه إذا كان الله مصدر كل خير ولذلك وصف بالبركة تبارك وتعالى إذن بالنتيجة يشترك معه غيره في الخيرية فدفع ذلك وقال ليس ليس كم مثله شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء مر شرح هذه الآية في جلسة سابقة أن نفي مثل المثل كناية أبلغ من نفي المثل بطريق مباشر ليس كمثله شيء ثم نأتي إلى قوله عليه السلام وهو السميع البصير لما نفيت المماثلة وقيل في مبدأ الحديث إن الله خلو من خلقه وإن خلقه خلو منه وفي نهاية الحديث قيل لا يماثله شيء فهذا يدعو إلى توهم لا يماثله شيء وهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه إذن كيف يصل إلى خلقه هو خلو من خلقه خلقه خلو منه ولا يماثله شيء إذن كيف الصلة بينه وبين خلقه هل يعني أن لا صلة بينه وبين خلقه دفع التوهم بقوله وهو السميع البصير والمقصود بالسميع البصير الكناية كناية عن الإحاطة والقيومية فلا سمع إلا وهو سميع به ولا بصر إلا وهو بصير به كناية عن كمال الإحاطة والقيومية كما في قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أريد أن أشير فقط هنا في الأخير قبل أن أختم بأنه في الجلسة السابقة لما تعرضنا للآية المباركة وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قلنا بأن للطيف معنى لغوي وهو المستدق في الرؤية يقال أجسام لطيفة أجسام لطيفة يعني لا ترى إلا بالمجاهر أو قد لا ترى أو مثلا يقال الأرواح أجسام لطيفة يعني لا يمكن رؤيتها اللطف يطلق على ما يستدق في الرؤية لذلك توهم بعض الحاضرين كتبوا كأنني قلت الله مستدق في الرؤية الله مستدق في الرؤية يعني الله يمكن أن يرى لكن مستدق في الرؤية لا أنا لم أقل هذا قلت اللطيف من اللطف الآية قالت وهو اللطيف الخبير اللطيف من اللطف واللطف له معنيان في اللغة اللطف بمعنى الرأف والرحمة واللطف بمعنى ما يستدق في الرؤية فإذا أطلق لطيف عليه تبارك وتعالى فهو بمعنى الرأف والرحمة وهو بمعنى ما لا يمكن رؤيته وأنه مستدق في الرؤية كناية عن عدم إمكان رؤيته ولذلك قال في صدر الآية لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار إذن هو لطيف من لا تدركه الأبصار فهو لطيف ومن يدرك الأبصار فهو خبير فذكر الوصفين في ذيل الآية منسجم مع ما ذكر في صدر الآية لا تدركه الأبصار إذن هو لطيف وهو يدرك الأبصار إذن هو خبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وإن كانت طبعا تحتمل المعنى الآخر ألا وهو الرأفة والرحمة والعطاء منه تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة